اشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية دروس وامتحانات هذا رح يشجعنا نقدم المزيد والمزيد مرحبا بكم شاء الله تكونوا بألف خير هذا الفيديو المراجعة الخاصة بالتاريخ التاريخ هذا الثلاثي شوية مخلط خلطوها لكم بين التواريخ الهجرية التواريخ الميلادية داروا فيها بزاف معلومات ما رتبوهاش يعني انت وش رح تدير عزيزي التلميذ رح تحفظ غير المفيد والمهم صحة تحفظ غير العناوين العريضة اللي رح نديروها في هذا الفيديو إذا كنت أول مرة تدخلي لهنا لهذا القناة اشترك معنا خطوة تعليمية اضغط على هذاك الزر الأحمر اللي رح تشوفيه ابوني رأول تحتك تشوفيه ولا إذا كنت بالعربية اضغط على اشتراك صحة تدخل القناة تلقى فيديو وادرنا في الرياضية درنا في التربية العلمية درنا كيف تكتب تعبير كتابي ثلاثة الثاني نحكي وعلى الاسلام في شبه الجزيرة العربية وكيفاش ننتقل الى شمال افريقيا وين كان الجزائر حاليا نعتلك في الخريطة باش تزيد تفهمها وتتخيلها لانه اذا تخيلتها راح تحفظها بسهولة هذي عندك الخريطة ندير لك اللي هنا في النقطة هذه شبه الجزيرة العربية وهذه اللي هنا هي الجزائر جزائر جاية قلنا في شمال افريقيا شمال افريقيا اللي هو تونس تونس من بعد راح نقراه على مدينة القيروان اللي اسسها عقبة وهذه الجزائر اللي هنا شمال جزائر وكان حتى المروك اللي هي المغرب ملا انت هنا يشفى راح نقراه على فترة قبل الاسلام اللي هي هنا في شبه الجزيرة العربية ومعد كي جا الاسلام اللي هنا في شبه الجزيرة العربية ومعد خلاص كي هاجروا المسلمين راحوا للحابشة نرملوهمواほ 없وا هنال تحت ومعد خلاص عودوا ولو في الهجرة الثانية ومعد خلاص راح نقراه علي كيفاش انتقل الاسلام الشمال اللي هنا يجب أن تخيل الإسلام للمنصر والليبيا والتونس والشمال إفريقيا وهو تونس والجزائر والمغرب يجب أن ترى الخارطة تخيلتها مليحة سوف تشفي عليها دعونا نبدأ بالمفهوم الأول قبل أن نبدأ المفهوم الأول سوف نرى الرقم 1 يجب أن نرى الرقم 8 فترة قبل الإسلام كما فهمتك في شبه الجزيرة العربية هذه الفترة قبل أن يأتي الإسلام قبل أن يأتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذه الفترة يقولونها فترة الجاهلية ومكة المكرمة كانت إحدى مدن شبه الجزيرة العربية حتى قبل الإسلام كانت مقدسة وكانوا يحجوا لها فترة قبل الإسلام عبادة الأصنام والحروب التجارة الكرم وصيانة الأمانة عبادة الأصنام والحروب التجارة والكرم وصيانة الأمانة أكملنا المفهوم الأول أذهب إلى المفهوم الثاني المفهوم الثاني قالك التحولات التي أحدثها الإسلام يعني كيجا الإسلام شبه الجزيرة العربية وشصرة أدى الإسلام إلى تحولات عاميقة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية أنت هي تقولوا التحولات التي أحدثها الإسلام هي حث الإسلام على طلب العلم فأول صورة في القرآن تدعو للقيراء هذه غير بش تعرفها أنت وتشفع لها يعني الإسلام كيجا روحثنا على القيراء أول صورة في القرآن الكريم تدعو للقيراء صح ذكر روح المفهوم الهجرة كما قلت لك الهجرة الأولى كانت في 615 ميلادي من مكة إلى الحاباشا وفي الهجرة الثانية في 622 ميلادي من مكة يقبوا لحاباشا وعودوا بمه الدم وبعد الهجرة الثانية كانت 지난 مكة إلى يثرب ياثرب اللي هي المدينة في 622 أحفظ Ambьте ترتيب الهجرة الأولى أمي 615 الهجرة الثانية في 622 أجب أن تحفظ انه الهجرة الاولى 615 من مكة الى الحبشة في 622 من مكة الى يثرب اللي هي المدينة كي راحوا للمدينة استقبلهم الانصار في يثرب اللي هي المدينة يعني راحوا للمدينة استقبلهم الانصار صحة انت واش راح تحفظ تحفظ زوج عفايز الهجرة الاولى 615 من مكة الى الحبشة الهجرة الثانية 622 من مكة الى يثرب كمنا المفهوم الثاني الروح للمفهوم الثالث المفهوم الثالث قال لك قيام الدولة الإسلامية قامت الدولة الإسلامية بمراحل وخطوات قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام أول مرحلة أول خطوة وشي هي بناء مسجد قباء هذا أول مسجد بنية في الإسلام لازم تحفظوا بناء مسجد قباء قباء هو أول مسجد في الإسلام ليس قوباء اللي في الكارتي التاعكم ولا اللي في المدينة التاعكم لا لا قوباء هذا رأوا في شبه الجزيرة العربية ثانيا تأسيس دستور مدني هذا الدستور اللي هو القانون تخيل انت يا راح تجي تدير دولة وش لازم لك لازم لك قانون القانون هذا اللي هو الدستور كانوا يقولوا له الصحيفة داروا في 623 هذا ينظم العلاقات بين الجامع يقولك عندك قانون قانون هذا سموه الصحيفة أسسوه في 623 وش يدير هذا القانون القانون هذا راح ينظم العلاقات بين الجامع وثالثا فتح مكة رابعا القيام بحجة الوادع انت يا تحفظ هذا خطوات بقيام الدولة الإسلامية بناء مسجد قوباء تأسيس الدستور فتح مكة والقيام بحجة الوادع هكذا نكون لك من المفهوم الثالث نروح ونشوفوا المفهوم الرابع المفهوم الرابع الفتوحات الإسلامية في المشارق من أجل نشر الإسلام قام النبي عليه الصلاة والسلام بعدة غزوات هذه الغزوات انت لازم تحفظهم عندنا ثلاث غزوات غزوة بدر اللي صارت في ثنين هجري غزوة أحد اللي صارت في ثلاثة هجري وعندك فتح مكة في ثمانية هجري انت يا احفظهم هكا احفظ ثنين ثلاثة ثمانية احفظهم هكا ثنين ثلاثة ثمانية الثنين غزوة بدر ثلاثة أحد ثمانية مكة غزوة بدر غزوة أحد فتح مكة احفظهم بالترتيب لا تنساهم الثنين ثلاثة ثمانية غزوة بدر ثلاثة هي غزوة أحد ثمانية هي فتح مكة انت сюда احبس دير بوز وسيتعود أعود الأرقام لسعى لهم عاودي بسؤول للأرقام لن تكسم هذه الغازات من هبقى الغازات فتح مكة هكذا تحفظ فهمتني ولا لا لا وفي 11 هجري أنا ما زلنا بالترتيبة هني مرتبهم لك بش تهزهم في رأسك 2-3-8 8 فتحوا مكة في 11 وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع تخلص كيمات الرسول عليه الصلاة والسلام لازم يجي واحد موراه بش يحكم الدولة الإسلامية صحة تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبقية الخلافة الراشدين صحة انت وش تحفظ الثنين 3-8 الثنين غزوة بضر ثلاثة وحد ثمانية فتح مكة 11 وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في 11 بعد أبو بكر الصديق هو اللي تأداها ومع تخلص 13 عمر بن الخطب 23 عثمان بن عثان 35 عالي بن أبي طالب انت وش تدير خليك من الكتيبة تحفظ غير التواريخ تحفظ ثنين 3-8 11 13-23 35 عالي بن عثان هذو 3 راوي جوك سهلين 13-23 35 عالي بن عثان 11-13 23-35 كي تحفظ انتها الأرقام هذه التواريخ هذه كي تحفظها بالترتيب من بعد كل تاريخ تحفظ له الكتيبة اللي جاية قدامه كي تحفظها بتسلسل منطقي راح تشفى عليها و راح تترسخ في رأسك بزاف 2- غزوة بدر 3- غزوة أحد وهكا وتحفظ كل رقم تحفظ له 11 صرافي 4- حيث هكا وتحفظ هذا المفهم تحفظ كما قلت لك تحفظ التواريخ و احده و بعد كل تاريخ تحفظه لها و بعد تستعرض و لا تستظهر على امك و لا بابك تبدأ تعرض الساعة تبدأ تقول التاريخ ومع تخلص مش تقول وش صرافة وتسي تتفكر إذا ما تفكرتش روح شوف ومع تزيد عاود من اللول هكذا تحفظ كمنا هذا المفهوم الروحه للمفهوم الخامس المفهوم الخامس اللي هو كينتاقل الإسلام لشمال إفريقيا ذركا كمنا مع شبه الجزيرة العربية ذركا رح نجيو الإسلام كينتاقل لشمال إفريقيا كما نعتلك مع اللول في الخريطة الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا قلتك بعد نجاح الفتوحات في شبه الجزيرة العربية توجهوا إلى شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي كان شمال إفريقيا خاضي عن الاحتلال البيزنطي يعني قبل ما يجي الإسلام لشمال إفريقيا راهو ما زال في شبه الجزيرة العربية هذي كل البلاصة تع شمال إفريقيا وش كان فيها كان ثم احتلال بيزنطي كان شمال إفريقيا ديجا احتلوه البيزنطيين صح أنتاها هذه لازم تحفظها كمنا المفهوم الخامس نروحوا للمفهوم السادس المفهوم السادس قال لك مراحل الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا صحة شمال إفريقيا هذي كي جوها المسلمين من شبه الجزيرة العربية في عدة مراحل بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا على يد عقبة بنونافع هو اللي جاب الإسلام لشمال إفريقيا هذا لازم تحفظه خطر رح يجي في الامتحان أسس مدينة القيروان سنة خمسين هجري في ستمية وسبعين ميلادي هذه لازم تحفظها خطر رح يجي في الامتحان شمال إفريقيا فتح على يد عقبة بنونافع في خمسين هجري في مدينة حيث عقبة بنونافع أسس مدينة القيروان هذو لازم تحفظهم دون نقاش هذو خطر رح يجيوا كي تحب تفهم التفاصيل قال لك عقبة بنونافع هذا كي جا قضاء على المعسكر البيزنطي في باغاي باغاي هذي رح يجي في ولاية خنشلة ووصل الفتحات إلى الغرب حيث المحيط الأطلسي المحيط الأطلسي رح يجي منه حذى المروك كي منعت لك الخريطة صح استشهد عقبة بنونافع في سنينه وستين هجري في ستمية وثمانين ميلادي في كمين نصابه البيزنطيون أثناء عوداته قرب بسكرة رحو مات في بسكرة صح انتهى في هذا كامل وش رح تحفظ تحفظ باللي عقبة بنونافع هو اللي يفتح شمال إفريقيا اسس مدينة القيروان سنة خمسين هجري هذا هو الصح تعصح تعصح نروح للمفهوم القادم المفهوم القادم هو تأثير الفتح في بلاد المغرب تأثيرات الفتح الإسلامي على شمال إفريقيا كي جا الإسلام لشمال إفريقيا وش صرا وش هي الحاجة اللي تبدلت صح الحاجة اللي ولا تقول لهم اعتناق السكان للدين الإسلامي كي جا الإسلام الغاشي ولا مسلمين والغاشي هذا تعشامل إفريقيا واشداروا استقبلوا الفاتحين اللي جاءوا من شبه الجزيرة العربية احتضنوهم واستقبلوهم ورحبوا بيهم أصبحت المنطقة جزءا من الدولة الإسلامية مواصلة الفتح إلى الأندلس سنة 711 ميلادي على يد طارق بن زياد راحوا للأندلس وان كان إسبانيا حاليا تحرير البحر الأبيض من سيطارة البيزنطيين هذا البحر الأبيض اللي راهوا قدام الجزائر اللي في الشامل هذا اللي هنا حرروه ولا تابع ليهم هذه هي تأثيرات الفتح الإسلامي انتهي غير طحف الزوج ولا ثلاثة تكفي نورمال نجيو للمفهوم القادم اللي هو العمارة الإسلامية العمارة الإسلامية يقصد بها العمران والمباني وهذا الحوائج العمران والمباني وهذا الحوائج نقسمناهم على الزوج عندنا المسجد وعندنا المدينة المسجد قال لك فتحة الجزائر على يد أبو مهاجر دينار يعني تزاير هذه اش كون نفتحها افتحها أبو المهاجر دينار هذا لازم تحفظو خطر راح يجي في الامتحان والمقار نتاعه وين داروا؟ داروا في ميلة قبل كي كنا نحكيه على عقبة بنو نافع يخي قلنا أسسها مدينة القيروان نورمال ما مديرت مدينة القيروان راهي في تونس حالياً بس حالياً الجزائر هذه بكري شكون نفتحها افتحها أبو المهاجر دينار ودار المقار نتاعه في ميلة وبناء ثاني مسجد في شمال إفريقيا اللي هو في سنة 59 هجري هذا لازم تحفظو لازم لازم تحفظو ثاني مسجد في شمال إفريقيا في سنة 59 هجري صح أول دولة مستقلة في بلاد المغرب تأسست في تيارت تيارت راهي جاية في الغرب الجزائري عاصمة الجزائرية جاية في الوسط عندك الشرق أخي فهمتني الشرق وين كان قصمتين ومبواقباتنا خنشلات هذا كامل جاية في الشرق أما في الغرب كانت تيارت وهران مستغانم وين كان الولايات هذي كاملتها الغرب ثم في تيارت تأسست على يد عبد الرحمن بن رستم أول دولة مستقلة في بلاد المغرب سنة 144 هجري هذه لازم تحفظها تأسست أول دولة مستقلة في بلاد المغرب تأسست في تيارت على يد عبد الرحمن بن رستم سنة 144 هجري هذو لازم تحفظهم خطر راح يجيو تواريخ مهمة صحة المدينة المدينة قال لك أسسها زيري بن مناد السنهاجي مدينة أشير جاية في المدية في 324 هجري هذه لازم تحفظها حتى هذه ثاني وقال لك بنى الناصر الحمادي مدينة بيجايا سنة 460 هجري وسماها الناصرية إصدرات بنها الأباضيين عام 909 ميلادي في ورقلا حاليا وفي سنة 398 هجري أسس حماد بن بلكين قلعة حماد بولاية المسيلة على بل هذو راح يجيو كثقال شوية لحفظها خطر تواريخ مما عليش أنت يا سييد تحفظهم تروح تكتبهم في الامتحان ونبعد تنساهم كالعادة أنت أصلا راح تقراها الليلة الأخرى إذا كنت تحتقراها الليلة الأخرى أو الأسمان الأخرى سييد تحفظهم باش تفوت للامتحان فعنتني ولا ما فعنتنيش باش تزيد الذاكرة نتعكت ولي كبيرة بزات فعنتني ولا لا لا هيا أوكي متفقين نتلاقوا في الفيديو القادم إن شاء الله وبيت توفيق ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب وما تنسوش تاني زيب تكريك على هذك الجارس علاش بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح توصلك في الحين آية السلام عليكم اشتركوا في القناة